اشتركوا في القناة والانتصار حياة الفرح والنجاح حياة الشفاء والوفرة وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة والقادر أن يفعل هاللويا فوق كل شيء أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر على قد ما تسمح له قوة تشتغل فيك بحسب القوة التي تعمل فينا إذا روحك أسف يشتغل جوانا لا تستسي نفسك من العامل دو له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر الدهور افتح معي شعية أربعين سبعة وعشرين لماذا تقول يا يعقوب وتتكلم يا إسرائيل قد اختفت طريقي عن رب شكل سين وفات حقي إلهي الله يتجهني لماذا تقولي الكلام ده أما عرفت أما لم تسمع إله الدهر رب خالق أطراف الأرض لا يكل ولا يعين ليس عن فهمه فحص يعطي المعي قدرة الشخص المنهك التعبان الضعيف يعطيه قدرة ويزيده شدة ويضعفه بيها ولعديم القوة يكثر شدة الغلمان يعيون الشباب المفروض يكونوا أقوئ بيتعبوا ويتعبون والفتيان يتعثرون تعثرا أما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسوش يرقدون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون فهم يعني ايه كلمة فهم أن الروح القدس يقدر يوصلك في الحتة دي ما معنى كلمة منتظر رب هل منتظر رب هي أني رب ساكت 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 وأنا عليها أستنى لا مش جاي معنى هكذا وارجع راجع ورايا كل حاجة بقول لك قد تكون صادمة في ذهنك الآية دي كتير قوي منتظر رب هم الناس اللي عاديين مكتوفين الآية دي مستنى رب يعمل حاجة دي الآية تفهمت كتير كده تجي ترجع وتشوفها تكتشف أني هنا انتظار الابن لأبو الذي يقف كعبد أمام سيده لما يأمره هنا الآية دي ليست آية بل اكتف ليست آية بتحصل كده والشخص قاعد مستني لأ ده هنا شخص منتظر عن تعمد إيه اللي هتقوله يا رب وليس منتظر تدخله في المواقف هنا منتظر إيه الحاجة اللي انت هتقولها لي انتظار الأوامر انتظار الحاجة اللي بيها يعلم إن هي دي الطريقة بس ده السبب أني داود أطلع الحرب ولا ما طلعش هو عارف كونه قال الأوكي لي هيخرج ويغلب عشان كده انتظار رب هنا مش معناها أني أهو سنة تاني سنتين رب ما عملش حاجة لا هي مش كده دا مش انتظار تدخل في المواقف الدليل كتب تنهج أما منتظر أي المنتظرين الانستركشنز والتعليمات بتاعته أما منتظرين أن يقولهم إيه اللي يعملوا ده هنا انتظار زي الجرسون لما بنتظر الشخص يقوله يعمل إيه أما منتظر رب هم دول هم دول اللي قاعدين قدامه يسمعوه اللي قاعدين قدامه يدركوه اللي قاعدين قدامه أيوة الكلمة بتقول كده يبقى أنا كده حتى لو العيان مش بيقول كده أنا مليش جعوة أنا منتظر رب في اللحظة دي يتجدد القوة جواه يتجدد القوة جواه تجدد القوة عبر إن هو الشخص منتظر أمام رب شخص يعلم جيدا كيف إزاي ينتظر خلي بالك حياتك مرتبطة بانتظارك أمام رب افتح معي ساميول أول تلاتين عارفين القصة دي داود خرج رجع لأك كل المدينة منهوبة كل حاجة متخدها كيف داود تشدد الرب منتظر يجددون قوة يرفعون أجنحك النصور لماذا الناس تعي وتتعب لأنهم لا يقفوا أمام رب ياخدوا منه حاجة مش موجودين وصد الكلمة مش متعرضين لإشعاع الكلمة وبالتالي متأثرين بالحياة يعيون يتعبون زي أي حد أما منتظر هم الناس اللي قاعدين يسمعوا الكلمة بتاعته يجددون قوة يرفعون أجنحك النصور فالانتظار هنا مش معناه انتظار تدخل في المواقف لأن انتظار أي معناها قل لي أعمل إيه أنا فهم لما أنت بتقول هي بتحوي جواها القوة مش هكون إنسان عادي مش هعدي في اللي ناس بتحدي فيه عادي بل سأغلب الناس بتعدي الظروف تطحنها أنا مش هتطحن فيها إن القوة طرفي عدد ستة بدأت الناس خلينا من عدد أربعة ده تلاتة فدخل داود ورجاله والمدينة وإذ هي محرقة بالنار نساءهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا فرفعت عود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء وسبيت امرأة داود أخي نوع والإزرالية وأبي جايل امرأة نبال الكرمالي فتضايق داود جدا كان محبط على الآخر لأن الشعب قالوا واتفقوا عليه أن يرجم هو نفسه حصل معاه المشكلة نفسها والشعب انقلب عليه لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته وأما داود اختلف استسلم الأول وكلمة تشدد برب جاي معناها شجع نفسه شجع نفسه برب إزاي شجع نفسه برب يعني بدأ يقول واو الإله دا عملها معي قبل كده هيعملها دين معي وبدأ قال ثم قال داود لأبي ثار الكهن ابن أخي مالك قدم لي الأفود فقدم أبي ثار للأفود الأفود هي الطريقة التي كانوا يسمع بها صوت رب في الوقت داو وبدأ يقول أطلع ولا مطلع أحارب ولا محارب تشجع داود أنه انتظر أوامر رب مش يا رب تدخل ويعيط هو استسلم الأول قوى نفسه الدنيا حاطت به الدنيا وقفت ضده كل الناس انقلبوا عليه كل الناس وقفوا ضده الدنيا رحق قدس تظهر أول ما شخص يبتدي يسمع عليه أول ما تطلب أنت تلغي دور رحقص في حياتك أول ما تخاف أنت تلغي دور رحق قدس في حياتك افهم ذلك عمل رحق قدس في حياتك مرتبط أنت تنتظر أمام رب ولا هل تقصد قصد كلمة أم لا هل أنت شخص يتعامل مع الكلمة بخفة أم لا وهي تعرض أمامك عندك اهتمامات أخرى هي دي بيقص بيها الشخص إذا كان متلهف فرحت بالقائلين إلى بيت رب نذهب العواطف دية متجهة إلى إيه انبهارك متجه إلى إيه حبك متجه إلى إيه انشغالك متجه إلى إيه هي قوة تظهر من هنا فداود قال له وريني الأفوط قال له أطلع أغلبهم أطلع قال له أطلع وانتسروا رب رجع تاني الشعب يقتنع به رجع تاني رجال يقتنع به كانوا خلاص هنرجم الصورة السودة اعتماد داود على الروح القدس شدد نفسه برب قوى نفسه رب شجع نفسه رب جاي كده في ترجمة ما سناش رب يبعث لقوة فهم إزاي عملها أرجع للمزامير هو يتأمل إزاي الرب يتأمل إزاي الرب بيصنع أمور عظيمة في حياته بدأ يكتشف زي ما عملها معي قبل كده هعملها زي ما عملها معي قبل كده هعملها هنتصر هرجعهم داود عمل المستحلات داود كل حاجة بيعملها داود كانت غريبة اعتماده عن روح القدس حبه لرب كان شديد افتع مع آياتها سنينية 22 عد واحد نصتي آياتها السماوات فأتكلم ولتسمع الأرض أقوال فمي إزاي تشجع نفسك تفرج يهتك المطر تعليمي ويغترك الندى كلامي كالطل على الكلأ وكالواب على العشب مطر الغزير إني باسم رب أنادي موسى بيقول أعطوا عظمة لإلهنا هو الصخر الكامل صنيعه إن جميع السبوله عديل لا يوجد عوجاك فيه إله أمانة لا يوجد عوجاك فيه صديق وعادل هو مبارك اسمه خلي بالك كسد تجاهه بدأ يحزن على هيا يحصل شعب الله اللي بدأ الله يصمع معاه المعجزات دي كلها جي موسى في أواخر أيام وبدأ يقولها وبدأ يشارك قالوا يا جماعة بصوا اعطوا عظمة لهذا الإله هو الصخر الكامل الصنيع هو ما كانش عوج معاك لكن الأسف بدأ ربي يشارك موسى بالله هيحصل إن الشعب ده وينحرف عنه مرة واثنين وثلاثة وبدأ موسى يتعجب على كل اللي حصل ده وهم ما كانوش حطين قلبهم بالصورة الكافية الذين هم عار وليسوا أولادهم جيل أعوج ملتوي هل تكفؤون ربي بهذا يا شعبا غبيا غير حكيم أليس هو أباك مقتنيك هو عملك وأنشأك اذكر أيام القدم وتأمله سنية دور فدور اسأل أباك فيخبرك وشيوخك فيقول لك دي نشيد بيغنوه نشيد بيغنوه طلع بعد كده بدأ يغنو نشيد دو لكي يتذكروا حين قسم العلي للأمم حين فرق بني آدم نصب تخوما لشعوب حسب عدد بني إسرائيل عارف عن إيه الكلمة دو دي رجع لها تشوفها في ترجمات أنه فصل أماكن الناس تبتدي اللي هما كانوا بيقدموا أولادهم للنار اللي كانوا بيزنوا في الأرض موسى قالها لهم قال لهم الأرض لفظتهم أوعتوا عملوا زيهم الأرض لفظتهم في قوة في الأرض فدولا استخدموا رغم أنهما كانوا ماشيين بالخطية أن أماكنهم استم إعمارها عشان هما يدخلوا يسكنوا فيها فبدأ يقول لهم أنتوا كنتوا فين افتكروا إيه اللي حصل معاكم تذكروا إيه اللي حصل معاكم دي رب فصل الأماكن دي استغل أنتوا ماشيين بالشر فليكن الشر دو خير لشعب الله فبدأوا هي دي هتكون بتاعت الصبت ده دي هتكون بتاعت الصبت ده فقسم الأماكن عليهم لأنه هما لفظوا أنفسهم للأرض إن قسم الرب هو شعبه هو المراث بتاعه نصيبه يعني يعقوب حبل نصيبه وجده في أرض قفر وفي خلاء مستوحش خرب ما الصورة اللي كان بيشحها موسى كم هي غمأة جدا اتعود ترى العواطف الإلهية في الشواهد دي مشاهد دو لازم محركك قالوا أنتوا كنتوا في أرض قفر في خلاء مستوحش خرب أحاط به ولاحظه وصانه جحضقت عينه وبارك اسمه أحاط به وحفظ عليه صانه زي ما بيحافظ على عينه وكما يحرك النسر عشه وعلى فراخه يرف ويبسط جناحي ويأخذها ويحملها على منكبه هكذا رب وحده قتاده وليس معه إله أجنبي رغم من كده يا شعب اسرائيل أنت هتبعد أركبه على مرتفعات الأرض فأكل ثمار الصحراء وأرضعه عسلا من حجر أعمل معاه المعجزات وزيت المسوان الصخر وزبدة بقر والابن غنم مع شحم خراف وكباش أولاد بشاوة يوس مع دسم لب الحنطة ودم العنب شربته خمرا فسمن يشهرون ورفص بدأ يتزمج سمنت وغلصت واكتسيت شحما فرفض الإله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه أغروه بالأجانب وأغزوه بالأرجاس ذبحوا الأوثان ليست الله لأليه لم يعرفوها أحداث قد جاءت من قريب ولم يرهبها أبائكم خفوهيش الصخر الذي ولدك تركته ونسيت الله الذي أبدأك افتع معي يوحنى الأولى خمسة افهم بك قوي عدد 21 فنعلم عدد 20 فعدد 18 يقول الشرير لا يمكن أن يمسه نعلم أننا نحن من الله 19 والعالم كله قد وضع في الشرير كلمة نحن خارجين من الله اكسي اكزت من الله اتولدنا منه يعني والعالم كله وضع في الشرير ونحن ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق يسوع جاء لكي نجعل نفهم ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية ما لا يؤمن بالأقنيم أحد الآيات التي توضح يعني دي أقنيم يسوع هو الله وليس ابن الله في موضة طلع يعني يسوع ابن الله وليس الله كل ده بسواعدا فهم الأقنيم هو الإله الحق والحياة الأبدية أيها الأولاد احفظوا أنفسكم من الأصنام عمين إيه الآية بعدما رب صنع المعجزات مع شعب الله قالهم أحاط به أرضعه لبنا أرضعه عسلا اداله حاجات ما تحصلش في أي برية ولا في أي قفر سدد احتياجاته أحاط به وحافظ عليه صانه في الآخر خالص أنتو بتبحثوا عنه بعد كل تصنع معاك هي دي عبادة الأوثان بتاعة الأيام دي زمان كانت عبادة الأوثان هي أن الشخص يعبد أوثان حرفية دلوقتي عبادة الأوثان هي الالتفات لأي شيء غير إلهي والإنبهار به الإنبهار بأي شيء غير إلهي أنك تحب نفسك أنك تسعى إلى مصرّة نفسك وطلوقتي الشعر باكتئاب وحزن هو نشاط جسدي بحث أنت بتتعامل مع أمر لا يمكن أن تتغفل إيدينا روحة القدس تظهر أول ما أنت تلتفت إليه في ظل ما شعب الله كانت فيه ناس تزني وراء إليها أخرى فيه ناس كانت بتمشي وراء هذا الإله صح تحصل المصايف في الأرض كانوا هما بيعدوا منها وينقذوا ويسددوا وتفرج على إليه سدد الاحتياجات رغم كان فيه مجاعة وكان فيه قحط إزاي ترى دواء إزاي القوة دي تظهر في حياتك إنك تلتفت إلى الصخر الكامل صنيعه وتلتفت إليه لا تعبد أوثان لا تلتفت لأي شيء آخر لا تلتفت لألهة أخرى لا تلتفت لأموج فيها ذهنك يتسحب أولا ذهنك يتسحب دي عبادة أي حاجة تسحرك يوجد سحر يشتغر في الأرض دلوقتي السحر هي قوة تأثيرية على الإنسان السحر مش إن فيه سحر بيعملوا يكتبون كده في غلطية من رقاكم أن تكونوا عبيدا من اللي سحر لكم من اللي عملكوا السحر ده معنى كده إن يوجد تأثيرات من الناس على ناس يوجد تأثيرات من عقيدة على الناس يوجد قوة بتشد الشباب في قوة بتشد الرجالة في قوة بتشد الناس وراء أمور تانية تبدو بريئة هم تتلعب بخباسة بس أشوف الحاجة دي بس أعمل الحاجة دي بس أخلص الحاجة دي أوه أنا هعود أسمع وعظم أوكي بس أشوف الحاجة دي بس أتشكد لوقتي الحاجة دي يبتدي الشخص يزوج وراء لها أخرى هذا رب فده لقى له موسى إيه الغباء ده إيه الحماقة دي إيه الجهل ده بعد اللي صنعوا معاكوا بعد المعجزات دي فبدأ رب يشارك موسى بالله هيحصل ترجعوا تزنوا وراء لها أخرى فرجعوا لهم يركب السماء في معاونتك من مثلك رغم كل ده افهم ده روح القدس جدي أنه يظهر قوته إليك بأقصى قوتها ما أنت عليه هو نتيجة التأمل التأمل ما أنت تتأمل فيه هو اللي بيسحبك هو اللي بيشدك القوة تخرج بالتأمل القوة تخرج بالتأمل هتكلم معاكوا بكرة على الطريقة وتشبع من هذه الروعة اللي أنت محسن فيها ما أنت عليه هو نتيجة ما تتأمل فيه ما أنت عليه نتيجة ما تسمعه ما تثقف النفس البشرية بتاعتك به هناك من يثقف النفس البشرية بتاعته بزوايا وبقموش عادية تبدو تافهة هي مش بتأذي حد بس هو يقرأ نقط يقرأ طرق أكل ويبقى راجل يقرأ طرق الأكل ومعا مرات بتعمل أكل ومعا شوية بعت لها تسكلي صورها بعت لها بصي الوصفة دي تفاهة تفاهة طال الوقت عايز يعرف ناس فين بيعملوا إيه يشوف صورهم آه دف شرم لا دف الغرداء طول الوقت متابعة الأحدث مسحوب رب يسوع قال احذرو كون رب قال احذرو معنى كده يوجد شيء خبيث في الحاجة دي من أجل الحاجات لو أهو 21 من أجل الحاجات اللي بتسحبكو وتفاجأني اليوم ده وجه عليكو وتمش عارفين تقوى في الرب تقوى في الرب في شدة قوته يوجد قدرة شديدة في هذا الإله تقوى فيه لا تعيش حياتك زيك زي أي حد زي الغلمان الذين يعيون ويتعبون ويتعثرون تعثرا ما تبشيش زيهم هنا على الأرض وتعاني زيهم أما منتظر رب فيجددون قوة أما المعتمدين على رب فيذهبون من قوة لقوة وأما منتظر رب فيجددون قوة زي ما شاركتكو الصبح اللي معتمد على رب يذهب من قوة لقوة مش من ضعف مش من قوة إلى ضعف ليه الشخص يقولك أنا بديت ما كميتش لك مش معتمد على رب لم تسلم أوراقك لم تسلم رأيك لم تضع الرب هو الرأي الأول والأخير دائما لك الفتوى بتاعتك وتحتفظ برأيك الشخصي وفاكر أن الأمر مش باين مش واضح فهي الشخص يقولك الحقيقة يقول كذا يقولك يا تب رائع جدا ويتلديك رأيك الشخصي أنت كده بتسيب مساحة الإبليس دون أن تقصد أن تسيبها الإبليس وقوة الله في المنطقة التي لم تضع الكلمة بتاعتها فيها لا تظهر وممكن تجد قوة لا تظهر في موقف لا تظهر في موقف تاني هذا السبب أن يوجد أشخاص مش فاهمين الخريطة الروحية مش عارف ليه أنا بلاقي نتائج في دي ومش لقي نتائج في دي أنا أستاذ في الحاجة دي أنا لما بصل الناس بلاقي نتائج في مشاكلهم أما معي أنا فمش لقي نتائج ليه ليه وبدأ يتبني جوا الناس أنك أنت هتعملها لآخرين مش هتعملها نفسك الله صعب الله مش ففهم لا فيه سر أنت محتاجة تفهمه يوجد طريقة للمسحة المسحة بتشتغل يا قوة الله بس كيف تعمل في حياتك بكفاءة بكرة هتكلم معاكو عن الطريقة تعالوا وإحنا بنعبد الرب دلوقتي قلوا كم أنت عظيم وأمين في حياتي أحاط بي ولا حظني هاللويا القدرة بتعمل في حياتك القوة بتعمل في حياتك أصرخ لي بكل قلبك اتعود أنك تعبد بكل قلبك اطلق صوتك ليه اطلق صوتك ليه انبهر بي لتعبده بكل قلبك القوة للتحكم في مشاعرك موجودة جواك القوة للتحكم في أفكارك موجودة جواك قوة للتحكم في الإرادة بتاعتك موجودة جواك أنت لا ينقصك قوة أنت لا يعوزك دوا أنت في داخلك الديونمس أنت في داخلك القدرة الذاتية الإلهية وضع في داخلك المصدر بل تستفيد من هذا المصدر رب عايز العلاقة دي رب عايز المجد الحياتك تذهب من قوة إلى قوة لتحب بكل قلبك هو الصخر الكامل صنيعه ليس فيه عوج ولا التواء هين في حبه لتستفيد في هذا الحب للآخر لتغوص في هذا الحب شكراً لأجل القدرة أنا علي ختم من روح القدس أنا عديت على المركز اللي بيؤكد أن الجهاز ده يشتغل بأقصى كفاءة متوقع أني أعمل لأسيطر على هذا الجسد لأسيطر على هذه الحواس الخمسة لا تحيا لذاتك لا تحيا عشان كل شوية تجيلك رغبات خطية تعملها تعملها اتحكم لديك قدرة للتحكم لديك قدرة للتعاون لتعاون مع الجسد بتاعك الجسد ده مفترض أن يكون هيكل وليس سجن روحك وليس مستخدم أداة شريرة لتعبد رب بكل قلبك أصرخ لي بكل قلبك القوة بتخرج من فمك القوة بتخرج من تفكيرك أن توجه تفكيرك عن عنت وتعظيم جدا يا بابا لترتاح فيه لتصمت في المحبة دي وتتأمل فيها حدي ذهنك حدي ذهنك وبتدي وجه ذهنك في هذه المحبة هتقول لي هيا دي تبدو انها حماقة منه امر تافه اول ما انت بتعمل كده هو بيتجاوب معك هو بيحبك هو بيحبك هو بيحبك هذا الحب انت منغمس فيه ارفع ايديك واعبد الرب اطلق له كلمات الحمد بتاعتك امراض في الغدة بتشفى دلوقتي في غدة مشخصة بكيس فيها بتشفى دلوقتي مفاصل بتشفى باسم رب يسوع يسحرك جسدك الام في الرقبة بتنتهي دلوقتي رجلك اللي مش قادة تدوس عليها دلوقتي تدوس عليها الرعشة بتنتهي باسم رب يسوع هذي الرعشة بتنتهي لا تخاف واجه اوف ضد المرض داخلك القوة في داخلك القدرة اللي تعزر حق قدس قويك هللويا احبك اقدرك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة